المخاوف التي أطلقها سياسيون ووجهاء مواطنون من توجه الحكومة الاتحادية لفسخ عقود الأراضي الزراعية في المناطق المحررة تحت يافتة الاحترازات الأمنية ومطالبتهم البرلمان بالتصدي الجريء والحازم لهذا التوجه لمنع محاصرة المواطنين ومستقبلهم باجتهادات سياسية وشخصية لا تمت للواقع بصلة وجدت صداها ولو بعد حين فقد أكد وزير الزراعة صالح الحسني التزام وزارته بتنفيذ المادة 60 من قانون الموازنة الاتحادية رقم واحد لسنة 2019 بإيقاف فسخ العقود الزراعية في مناطق بغداد وصلاح الدين وشمال بابل والأنبار ونينوى وديالا وأضاف الحسني أن الوزارة وجهت مديريات الزراعة في المحافظات المحررة منذ عام 2016 بإيقاف فسخ العقود لحين استقرار الأوضاع الأمنية استنادا لنص القانون المذكور موسيقى